وذي كفاً تبع الموجة سي مهدي مرحبا بيك شكرا لك على قبول الدعوة مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة الأسبق مرحبا بارك الله فيك على الاستيضافة وتحية لكل التونسة ومستمعيكم سي مهدي نحب معاك لحقيقة نفهم شوي علاقتك بالسلطة مهدي جمعة كان رئيس حكومة وكان رئيس حكومة ووزير صناعة أسبق وزير صناعة أسبق لمدة عشرة أشهر في حكومة علي العرية 13-14 ورئيس حكومة لمدة عام وثمانية 14-15-15-15-8 مكاو جيت في قلب عاصفة سياسية هذه البلاد جيت في فترة صعبة ياسر جيت بعد اغتيال سياسي هذه البلاد وعشت اغتيال سياسي ثاني ماذا ترسخ عند المهدي جمعة من هذه الفترة هي أول حاجة مسئولية مسئولية كبيرة كان حاب نجاوبك على السلطة فما طريقتين بشتاخد السلطة يتخذها مسئولية وهي حمل على كتاف ويتخذها فرصة وتتملك بيك وهذا الفرق وهذا عشته من صغري عشت مع برشة من القيادات اللي لنت على استقلال وهذا شيء سمعته على صغري ومن بعده اتعلمته اللي ترسخ من الفترة هذيكا كونه بالحق كنا يعني باب جهنم كان محلول تعرف الدولة كانت واقفة اغتيالات على باب صدامات مظاهرات في الشارع وخاشكو يعني يعني تقريبا فاقدين الأمل ودولة معطلة دولة معطلة جينا في أزمة كبيرة أما اللي شديته من التجربة هذيك الكل كونه قادرين مش ننجحوا واختري توفر بعض الشروط في أحلك الفترات قادرين نخرج أمل وهذا أنا سيل مهدي هاو بش نخرجك شوية راو من لغة الحملة الانتخابي خطر سؤالي نعرف اللي صدرك واسع ونعرف اللي تسمع ونعرف اللي تجاوب وهذه حاجة خرق العاد أنا نعرف اللي كرئيس حكومة ما في المياه كانت تجيك المعلومات الاستخباراتية اليومية حول الوضع الأمني في البلاد ماذا كان يقول الأمن الجمهوري التونسي وقتها بما أنه كان السعق بل كل شيء يتقال عليه أنه مخترق وكان يتقال عليه الكلام الكل وكان يتقال عليه هو أمن النهضة وأمن عليه العريض وكان يتقال عليه إيه لكن أنت كرئيس حكوم ماذا ترسخ لديك من معلومات حول الاغتيالات السياسية رأسا مثلا أحنا قبل كل شيء تعهدنا وقمنا هذاك حتى العائلات هم تعهد أخلاقي مش نكشفوا الحقيقة يعني لمينا كل المعلومات ومدينا بها القضاء الثابت كونه كان مخطلها تذكروا أول عملية قمنا بها ضد الإرهاب كان فيها المسؤول الأول المباشر على اغتيال الشهيد لبراهمي على الأمن نحب نقول حاجة مثالش خلي مش نتكلم تهو بكل صراحة أنا نعتبر هنا غلطنا في حق الأمن بحلان يعني الهيئة الاستخبارات اللي سميوه الأمن اللي كان لاهي بالاستخبارات يعني الجهاز اللي كان لاهي بالاستخبارات واللي كنا نتهمه فيه كانوا يتجسس على المعارضين وبالحق هذاك بالنسبة لها نعتبر الجهاز الأمني هذاك غلطة حلانه لأنه في فترة واللينا مخترقين فيها وفيها تهديد الإرهابي كنا الأحسن يعني نقطروه أحسن ونخليه يخدم في مستوى في خدمة الدولة باش نشوفه الراقب والإرهاب الراقب والفنومان يعني تزين عينينا كون سراحة نعتبر غلطة هو تسريح عشرات من الكوادر العلية في الداخلية بحجة كونهم كانوا في منظومة الاستبداد هادم كانوا كوادر بالحق اللي غلط وليتخلف التعذيب وليتخلف الإجرام هذك نفس له ولكن كانت فما طاقات وإطارات في المنظومة الأمنية كنا حقنا نستعمل دخمه دي جماعة قاعد يقول لي أنه في الفترة هذيك صارت غلطات ولا صارت أغلاط يعتبر أنها كانت هدت الدولة ولا قلقت المسار العادي للأمن القومي وإذا كان لش وصلت الاختراقات وأما الحاجة الباهية في وقت اللي جينا في 2014 وقت اللي اعطيناهم الغطاء السياسي وقت اللي بعدنا على توظيف الجهاز الأمني وخليناه يخدم لمصلحة البلاد في مقاومة التهديدات التهديدات اللي هي كانت بالأساس تهديدات إرهابية ولكن زاد كيفكي في مقاومة الجريمة أنا نقول لك عنا ديما النواة متاع الأمن الجمهوري وتحية للأمنين صدقني أنا في سنة 2014 إذا كان البلاد وقفت على سقها راهوا الأمنيين والعسكريين وكل الأجهزة الدولة من بعد اللي وقفت مليح للبلاد فقادرين حتى المشاكل اللي اخترقت الأمن راهوا ننظفوها كلها في العزيمة السياسية باهمها دي جمعة متفهمين متفهمين حيل الديسكور ديما فيه القفلة الانتخابية وهذا ما عادي معناها عادي جدا في عملية اتصالية لكن نمشي نزيد نغوص معك شوية على خاطر نحب نحفر شوية سلمهدي عليش نحب نحفر على خاطر في البديل وفي خطاب المهدي جمعة فما ديما تثمين لأدائك على مدتك العام وثمانية أيام على رأس الحكومة وخلطنا الانتخابات وحوار وطني وجيت أنت بعد الحوار الوطني ولذا صحيح الفترة هذي كفترة خاصة جدا نحب نزيد نعرف عليها حاجات أكثر معاك مع العلمان وكي كنت انت رئيس حكومة وكنتش متاح ياسر للعلام خليني نستغل الموقف ما هي حقيقة علاقة المهدي جمعة بحركة النهضة شكون تصل بك للدخول في حكومة علي العرية في 2013 شوف وقت برشة اتصالات تصل بيه سيريدا السعيدي اللي هو كان زميل دراسة كان زميل دراسة وليما شفتوش تقريب 30 عام التصل بيه بعد سيشاد للعياري أكثر من التصل بيه جاء البريز كان فيه لقاء حول مجلة الاستثمار خدمت أنك شاسر دتت نعم هو سيدة فمه سي إلياس سي إلياس سي إلياس إلياس الفخفاخ خدم في نفس الشركة وتشينسون اللي أنا فيها وبعد تخلل السياسة يعني على طريق هذاك عارفوني وقت يلوجوا على كفاءات أنا بكل صراحة ما كنت شراغة لأني عندي عائلتي ومستقر وعندي مستقبل وكنت نخدم نسير في شركات نسير في مجموعة متى شركات في صناعة الطيران في العالم ما بين أوروبا وامريكا والصين يعني عندي وكريير كيف كاك تتبنائها على سنوات ومهي شي ساهلة باش تتلع وتتقلق لكن الدرجة هذيك لا مش حسبتها يعني تفكروا الوضع لوقتها الدنيا مسايبة وقتها اغتيال شهيد شكري بالعيد والدنيا فوضى يعني ويجي قل لك ودخل في حكومة اللي محتجين عليها من بعد سيشاري العياري أقنعني كونو أحنا مناش وطنيين وجعني بها مناش وطنيين لأنه مكش بش تخدم عفلان ومعفلان انتي بش تدخل تخدم الدولة فاش قتله بالكلمة قتله شوف أنا خالص الدين مع تونس لأني وقتها مزلد كيف حليت معمل لهنا اللي محكيتش عليها أنا طب الروحي قبل من هو اليوزير كنت سفير حليت معمل تو يخدم في ألف واحد في الطيران وصيناعة السيارات قلت له مزلت حاجة واحدة ما عملتهاش ما عديتش الجيش هاني بش نجي نعدي جيش أما عندي شرط واحد راني في كل بقعة نمشي يفوضوا لي مسؤولية القرار أنا نقرر بش كون الصالح وش كون الصالح وما يقعد حد وما يخدم معايا حد إذا كان ما عندوش الكفاءة هذه الظروفة اللي جيت فيها وقبلت بش نجي وحداش شهر ومن بعد للتاريخ زيدي كيف كيف ما طلبت من حتى واحد بش نكون رئيس حكومة هاني جيت على مهمة اعتقدت هو لكن هاي ببطول نهضة هاي اللي رشحتك لخط لخط رئيس حكومة ها هذا لا 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 هاو الحق أرجع أرجع التصريح سيحوسين العباسي هم أنا عمناول في إذاعة أخرى إذاعة أخرى يقول أحنا الاتحاد رشحنا مهدي جمعة ووافقوا عليه الحوار الوطني ومن بعد يقول زوز اللي قينا معهم إشكالية وما حبوش ترشيحوا اللي هما النهضة والتكتر نبعث لك التصريح في كل لقاء هذا تغيير 180 درجة في اللي نعرفوها على أقل المعروف ولا المعهود هذا نخدم عندك انت كسورة مباشرة معناها للمعلومة اللي نعرف واللي موجود حتى دون اليوكيبادية اللي موجود في الكتابات الكل مرشح خطة رئيس الحكومة في 2014 كان مرشحنا هذا هو المهدي جمعة شوف أنا أحكي وليه برشة عمري يعني تعرف ما جيتش من حزب ولا ما جيتش يعني بعد ما كملت رئاس الحكومة والحمد لله غادرت مشيت نخدم على روح الحقيقة الحقيقة هذهك مغايرة أنا نجم نبعث لك التصريح متاع حسين عباسي وذكر باللي قلته الحقيقة الصحيحة هي من بعد واحد رده جابته ألمانيا الآخر جابته النهضة الآخر يعني حكايات اللي تحكيت طالية هذا يعليش توراج عبد القوة باش نثبت الحقيقة هذا الكل مجانب للصح سيحوصين العباسي والاتحاد العام تنصير الشغر واتحاد صناعة وتجارة وكل مكونات الحوار الوطني بالله في عوض نزمه أنا ويكوبيديا حتى وفاها حاجات ما نجمتش نبدل يعني تلمان العباد الخضر مش انتلي اي خضر مش انتلي اي اي يعني اكاذيب تقالت المغايرة للحقيقة اذا كان جاء تذيك شوف انا ما ننكر حتى شي عملتو بتبقينه وما وش عار اذا كان انت مراجح عن نهضة باش نعرف باش نعرف باش نعرف بتعرف شكل يقول فاها اللي حط يدو فيدو مع النهضة نهار كلهم يخرجوا في حاجات تو برا شوف الفيسبوك او مراجح يتفاوضوا مع النهضة ويلوجوا في دعم النهضة انا اللي ما عندي حتى مع النهضة يعني شوف انا ما عندي حتى مشكلة ما حتى تونسي ولكن عندي اختيارات عندي مسار عندي شخصية عندي تصور للبلاد هدايا نمشي كان معادي يبني معايا على البرامج مسالش مسالش اسي مهدي عليش نصير فيك في الاسألة هذي باش تكونوا مروافحة زادة امام المترشح امام الناخبين وامام حتى الفعلين السياسيين قد يذهب البعض الى ان المهدي جمعة مدين لحركة النهضة على خطر اذا كان هي عايتت له في الجوفرنماء 13 وعايتت ومن بعد رشحته رئيس حكومة وهذا عطا منع رج كبير ياسر لحياتك السياسية انتي كنت في المال والاعمال وكنت في الانجينيوري تلقى روحك رئيس حكومة كماما وبدو دوزان اذي حاجة خلق العادة يمكن فيها نجاح من عند مهدي جمعة لكن زادة سناد سياسي ولهناجي السؤال هل مهدي جمعة مسنود سياسيا من حركة النهضة شوف انا قلت لك على كيفاش وليت رئيس حكومة وقلت لك مش كنت مسنود كانوا معارضين لانه تعديت بوزارة الصناعة في وزارة الصناعة قمت بالعمل المتاعي اللي قيته مواش كافاء اوجاب الولاء الكل مش على روحه اه اه بيت الحال تتفكروا قضية البيتاجين تعستاك قضية البيتاجين تعسي بيجي يعني الدواوين غير نحب ان ننساوه هذا الواقع مه ما انا ما عندي حتى سند من اي حركة كانت مش نبدأ ووضحين الى يومنا هذا اللي نمن به هي دولة حداثية دولة مدنية حتى الاسلام السياسي مش نقولها العاشر مرة عندي ينفع مول نقولها الاسلام السياسي لا ما كان له في تونس الاسلام السياسي يضر بالسياسة ويضر بالاسلام ما اكثرش من نكة وبالله اسمعوني ما تسمعوش العبادة اللي تحب تحكي عليها ما فوضتهمش وما همش ناطق رسمي باسمي ونقول لك حاجة انا كيف جيت جيت بش نخدم الدولة ماني بش نخدم حتى انسان انا انسان حتى السياسة داخل لها بالدولة رجل دولة ونمن بالدولة وعلى حكاية رئاسة الحكومة قلت لك حتى سند ونعتيكم حاجة تذكروا بش نذكركم في حاجة تذكروا شي اخر نهار من انقضاء الاجل ويلزب ان ينمشي رئيس الجمهورية ونقدم له قيمة الوزراء وما قدمتهاش اشكونوا اللي عاتينو رئاس الحكومة يقول لهم لا ما حاشتيش لاني نحب نحكم واحدي انا نقرر وانا نقرر وقلت لهم ما يتنحى منها حتى واحد الا بتخوة سن كام الا انا نجم نمشي بخمسين زايد واحد وتخلت للبرلمان وتذكروا في البرلمان العركة عملتها معهم الكل على اساس ما بتبدل حتى اوزير ما كنتش طالب حتى شي كنت قابل المسئولية اما انت حمل المسئولية بشروطي وهذاك عليش ما منع عليها حتى واحد وما عندي دين لحتى واحد كان عندي دين هي للدولة التونسية وكان عندي فخر هي خدمت الدولة التونسية ونقول لك ما هيشي الوحدة شرف عليش تحب تولي رئيس على خاطر نحس نعرف المسئولية ونحس اللي عندي المؤهلات بشنا من المسئولية هذه بالكامل انا قبل كل شي عندي التجربة وعندي الخبرة عندي التجربة في مستوى دولي عالمي عندي التجربة في تسيير دولي بالدولة من خلال التجربة كوزير صناعة والتجربة كرئيس حكومة وفي ظروف اللي كنا نحكيوا عليها ما هيشي سهلة لانه عندي علاقات تعرف تونس عندها فرصة كبيرة بالنسبة لي أنا تعرف شنو نرى في تونس نحب نكسروا هالقيود متعنا هالانغلاق احنا يزمنا ناثقوا عنا الشباب عنا الإرادة عنا التعليم عنا الفكر عنا القوة عنا الشجاعة عنا ثقة في نفسنا مش نكسروا القيود وناخدوا بوقعتنا نحلوا نحبوا منفتحين ولكن هدايا تطلب عنا الدراية بالخارج عنا علاقات طيبة بالخارج وانتي تعرف قداش العلاقات اللي عندي أنا نقولهم في حتى في التجربة المريت بها مش كان علاقات على مستوى المهني علاقات على المستوى السياسي نعرف تقريب خمسين رئيس دولة خمسين رئيس حكومة وشفتوا في أربع شهور كيفاش حليت أبواب العاوص من كل من واشنطن للباريس للخليج إلى هذا وهذا مهم اليوم مش نوظف وكل أنا دعوة لكل مترشح راجع روحوا بالنسبة المؤهلات للفترة الجاية من ضمن الحاجات اللي يزم تتوفر فيك علاقات وعلاقات كان مش مع الدول مش كان علاقة سياسية اسمح لي سي إلياس علاقات مع المؤسسات الدولية وعلاقات مع المؤسسات المالية اليوم إذا كان ما تقدرش تفرض الاحترام وما عندكش المصدقية مع هذا الافهمي مع البنك الدولي مع الباد مع البنك الأوروبي مع المؤسسات هذه العالمية ومع المؤسسات كيف الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها أراه هذا لازم اليوم كيف ما أنا كيف كيف عندي تجربة في تسيير القضية الأمنية غدوة رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسؤول على مجلس الأمن القومي فهذا مهم ونزيدها نظيفة حاجة اليوم يجب أن يكون فيما قيادية قدرة على اتخاذ القرار قدرة على صنع القرار قدرة على التسيير وقدرة على التفاوث هذا مهمين كما قدرة على الخطاب يجب أن يتخاطب في الداخل وفي الخارج والخارج نقول لك أصعب في الداخل الصعيب أصعب لأنه الخارج يجب أن تعرف عقلية تكون إنسان الإنسان تعرف كيف يشتخاطبه راهوا تونس بالنسبة لي معناها إذا كان جيت ومن انتبهها شوف سيديا 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 كلمة أخيرة أمل كبير أفاق البلدة أفاق الوطن ينزمها برشة خدمة برشة وطنية ينزمها ثانية لنركبة أما قبل كل شيء ينزمها نظرة ينزمها مستقية ينزمها معرفة ينزمها فريق واضح واضح سلميدي ذولي الفكرة وصلت خلي نقدمه شوية أنت تقول أنا مرشح ضد الفوضى اللي قاعدة تدمر في تونس نحب نرجع دولة القانون العادلة والحاضنة لشعبها دكور هل نحن على شوية الفوضى مثلا الآن في هذا السباق الرئاسي بش نمشي شوية الأكتواليتين وبعد نرجع البرنامج في هذا السباق الرئاسي ما صار مع المترشح نبيل القروي اعتبروا البعض فوضى عارمة في علاقة ما بين تداخل السلطة التنفيذية ولا سلطة القضائية الزمن الانتخابي والزمن القضائي ما هو الانتباع وما هو الحكم اللي صار عند مهدي جمع حول هذه القضية هو الفوضى قبل كل شي عدم احترام القانون عدم تطبيق القانون والقانون في زادة كيف كيف يلزم يتطبق على المرؤوس قبل الرئيس والقانون فيه جانب النظام وفيه جانب العدل زادة كيف كيف يعني القانون هو اللي يحمي المواطن ولكن القانون زادة كيف كيف هو اللي ينظم بالنسبة لينا لي صار نهار الجمعة بالنسبة لينا اكثر منه استعمال القانون كتطبيق القانون وهذا مش معقول هذا يعني بكل الموازين خلينا قبل كل شي خلينا نشوفه كيفاش لعبات تعيش فيه شفت أنت يعني كيفاش المواقف تأمتحات الشغل تأمتح نقضات أمنية تأمتح القضاء أكثر من أكثر مهدي جمعة مهدي جمعة رافض هذه الوضعية هذه ما نستعملوش القانون ونحاولو خاصة في الزمن الانتخابي نفرزو ونبعدو مع احترامي الكامل لاستقلالية القضاء في طريقة التنفيذ في طريقة الإخراج هذا خلى ريبة خلى فوضى بالحق خلى ضبابية في وقت اللي حقنا اليوم ما بش نعرضو يعني برامجنا الانتخابية شنو قادرين نعملو شنو بش نجيبو كيفاش نحلو الأزمات كيفاش نوصفوها كيفاش نحلو الأزمات فاش قاعدين نخلقو نخلقو في مشاكل هلو عاتيني التوصيف بجناجم لخرجانا عاتيني انستايتمنت هلو بش نعاتيني انستايتمنت نقول لك انستايتمنت انستايتمنت اللي قاعد نقرأ فيه حتى في الصحافة العالمية من الواشنطن بوست يقول لك هذي عملية اقصى هذي عملية استعمال السلطة والبيرسيبسيون تعرفها أقوى من الحقيقة الانتباع أقوى من الحقيقة يعني هذه صورة تونسة هذه صورة انا حبيتها في الوقت هدايا التوانسة يعني هذا تطبيق القانون استعمال القانون تطبيق القانون بطبيعة الحال استعمال القانون مش كيف كيف تطبيق القانون واستعمال القانون مش كيف كيف أنا لا هذا كله ما نحبه واسمع ولاني زادة مع الفوضى ولاني مع الاستبداد ولاني معا زادة كيف كيف باش نرسخوا شنو ادوة الدولة باش نمشون رسخوهم في حاجات كيفكة يعني وخلينا من الموارسات نعيشوا فيهم انا الويكان دريفات كنت في سفاقس قبلت مجموعة من الشخصيات يعني شخصية كبيرة مرموقة في سفاقس لمتلي مجموعة من الشخصيات فيهم الشباب فيهم مجتمع المدني فيهم يعني مستثمرين فيهم شريحة يعني منه غدوة يكلموه اعلى في على اهرام السلطة باش يقولون انت مشيش مع مه هدي جمعة على خاطرنا في السلطة قبلت شخصية اخرى في الساحل يمشيلوا بعد الوالي وزير مش يقولوا لا وينها وش ميجيش صحيح صار التوصيات فسر لي مليح مش نجم نفهم بفضلك على المناخ اللي صار خير خاملات اللي حملة اي شو اللي صار سلمة دي بالضبط اللي صار كونه اجهزة الدولة اي اليوم قاعد تستعمل اللي فيت مرشح اللي هو على رأس الحكوم هذا بالنسبة لي انا خطر على تونس راهو باش تستعمل الاليات باش تستعمل الاليات باش تستعمل اي نجم يكون من باب الانتباع انا حكي لك على حاجات يعني سايرا ها قطل لك راجل الاعمال قالوا له متقابلش مع هدي جمعة اي لا 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 قابلنا وقالو له وراهو لا متبشيش مع هدي جمعة اي لا تجي معنا 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 مفرمتك لا سيبادو بونقاغ عايشك اكتبدا عندك مسؤولية الدولة شوف هدي تجربة اللولة اللي مش نعيشوها هذا وراه فكرة تمويل ولا ولا اي فكرة يعني الضغط اي مالا فكرة الضغط اخي اخي اي شنية الحرف الشعرة الشعرة قصيرة ما بين هذا وهذاك احنا نشوفو يعني ما ما يخفاش عليكم فما توظيف كبير اليوم الاجهزة الدولة هذا مرفوظ هذا مرفوظ شوف هدي ممكن اول تجربة عنا اللي اللي في السلطة داخلين في الانتخابات هدي سلميه دي جادك على البلاتو خدري انتي مكنش معني بالانتخابات والسلباجي كيف كيف مكنش معني في الانتخابات وقتل النظم اللي رحمه وقتل النظم الانتخابات انا كيف كيف مكنش نعمي فهذي ممكن امتحان صحيح ويلزمها كثير من الانضباط باش نجحوا التجربة الديمقراطية اللي جاية على ازمة كبيرة فهنا دعوة كونو نبتعدوا على هدايا نفصلوا الازمنا ونحرصوا في الجمعتين والثلاثة والبقية بتاع المصار الانتخابي نكونوا منضبطين ونبتعدوا على هالصورة المخلف هاكم تشوفهم عند الشعب عند الناس الكل حتى في الخارج كونو قاعدين فيما تداخل ما بين السلطة ما بين استعمال القانون وما بين الانتخابات وعملية الاقصاد انتدعتك هو انو الناس اللي في السلطة اليوم ممانين بالانتخابات يكونوا مثاليين هذا اللي قاعد تقول فيه مثاليين في تعاملهم مع المصار الانتخابي هذا اللي قاعد تقول فيه هذا بعد على الميت عليهم هما مسئولية أكثر من على المدرج بطبيعة الحال دي ما راهوا المسئول أنا أقولك في تطبيق القانون القدوة المثالية أهم شيء إذا كان أنت ما تحترمش القانون بعد ما عاشت نجم الطالب أي كان بشي احترم القانون سيد مهدي الآن هل تعتقد أنك تنجم تبدل ولا تصلح من موقع رئاسة الجمهورية بصفة أفضل من رئاسة الحكومة الصالحية واسعة لرئاسة الحكومة اللي كنت أحكيلي عليه أنت مثلا من أعمال تهم الاقتصاد ولا من أعمال ولا من صلاحيات تهم الشأن العام بصفة عام الحقيقة سيد خيكي رئاسة الجمهورية تقلص لك من اللي كان عندك بين يديك في القصبة ما يقلقكش هذا؟ لا ما يقلقنيش بل كل شيء ما تنساش اللي أحنا أنا رأس حزب نعم وعليش عملنا الحزب عملنا الحزب بش ندخلوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية والفترة اللي صارت في اللخر يعني في السنوات اللخر وكأنها فم رئاسة ورئاسة حكومة منفصلين تعرف البلاد في أزمة ومن تنجم تنجح إلا ما تكون عندها حلول واضحة فريق واضح اللي ما تتلمع لها زوز رؤوس السلطة التنفيذية والبرلمان بش يحلوا الشنطي وبش يصلحوا أحنا داخلين بالمقاربة هذيك هذيك عليش تخنى في الدوائر الكل كحزب بعز الكفاءات بالشوبان والشباب الكفاءات إن شاء الله نحبه نمشيوا للرئاسية ونحبه زادا نطلعوا بلوك باهي ميساج إذا كان رئيس الجمهورية المهدي جمعة يطلع والبديل إيش يجيب إن شاء الله يجيب لكن إلى حد الآن كل المؤشرات تقول أنه أحنا أمام برلمان متشتت بش يحكم مع شكول مهدي جمعة شوف قبل كل شي إذا كان طلعنا دورول تعرف اللي بش تخرق ديناميكية وبيش تولي كتلة يا سيدي نمشي معاك سلمهدي إلى كتلة بستي ما عنديش مشكلة أنا يا سيدي ميساج وحلت سعيد ووفر إيه لكن مش تحكم مع شكول غدوة عندك قوة جديدة أنت ما تعرفهيش تعرفهيش على أساس أنك ما كانتش على الميحق معاك وما جربتهيش القوة الجديدة هذه اللي ما تروحة اليوم قلب تونس عيش تونسي تجارب جديدة طاقات جديدة إيه أنت مستعد تخدم مع من يفرزه الصندوق وإلا عندك ناس تعتبر تحكم معها ونسله لا بطبيعة الحال نحكم الداخل اللي بيسميها العائلة اللي بيسميها البنس بدانا الجمهورية اليمن بالجمهورية اليمن بالمدنية الدولة اللي عنده نفس المنحة اليمن بحداث أنا نطرح روحي لاني في السيستام ولاني في الانتيسيستام أنا سيدي النفو سيستام أنا نحب ندخل تونس في الحداثة فكل إنسان يمشي معايا في الواحدة ذاك ما رحبه بيه هي في الأخر مش تبقى أشخاص إن شاء الله التونسي يفرزنا نواب من مستوى رفيع فيهم نفس جديد الناس ما هيش تتلوجد شو عملنا عشر سنين التالي ومائة عام التالي ومائة عام التالي لكن فم مشاريع مشاريع متروحة ما هيدي جمع ولذانا ماذا بيه نعرف زيدا رئيس الجمهورية المقبل ما هي نظرته للسياسة في تونس العائلات السياسية تحكم مع عابير موسي مثلا إذا كان خرجوا وطنيين إذا كان خرجوا وطنيين وناس عندهم الكفاءة بيش يحملوا المشروع ويجي ويناقشوا على الباز متاع المشاريع أحنا نعطيك يقولولي شنو الفرق ما بين مسلا عابير موسي أي نهضة أي لا يعني في وسط العائلة الوسطية يعني خد نشوفه شكون بشي فرزنا بطبيعة الحال نشوفه شكونه من أشخاص ندى تونس نشوفه شكونه من أشخاص نشوفه شكونه من أشخاص كيف كيف يعني غدوة غدوة مجبور بيش تلقى مجموع اللي تتفاهم فيها في يعني القيم مقبل لكل شي في بعض القيم ومن بعد القيم تتفاهم فيها على برامج وحنا هذكا الطرحة بتاعنا نحبه اللم والعباد تعرف كيف ما صار في ألمانيا عداهوا شهرين وثلاثة وهم يتناقشوا على البرامج أنا اللي منش بنحكم فيه ومنش ماشي فيه هالتوافق هالتوافق متاع المحاصة لا لا والكون على رأس وفي أنت تحب على أغلبية من نفس العائلة وأغلبية من نفس المشروع وتفرز هذا المشروع تفرز فيه ناس كفة صناعية ينجموا يصلحوا ينجموا يقودوا ينجموا يسيروا ينجموا يلموا معاهم زادة في رقم متاع كفاءة باش نحلوا هالشانتي هذا نصلحوا اللي باش نصلحوا نقوموا بالإصلاحات الكبرى اللي حاشنا بها وخاصة نوريوا الأعباد من لشهر الأولى اللي رحنا قادرين نغيرونهم في حياتهم اليومية حتى في بعض الأشياء باش نخلقوا الأمل ونحلوا هذا بعض الأشياء هذا يعطيني لكويكوينز أعطيني مثلا ثلاثة قرارات سريعة يمشي لها رئيس الجمهورية المقبل إذا كان هو مهدي جمع شوف نحكيه على رئيس الجمهورية أي على رئيس الجمهورية أي رئيس الجمهورية أول قرار هو نبدأ نبدل النظام الانتخابي مجلة انتخابي أي مجلة انتخابي علاش لأنه تولت عنا تجربة نعرفه وين النقائص ونحب تكون عنا منظومة اليوم خارجين احنا من منظومة الانتخابات تعرفين وخمستاش منظومة الانتخابات تعرفين وخمستاش إيشنو دي ساير ما تعرفش حتى كنت حاسب دخلت جمعة كانت باسم النهضة باسم نداء توا النداء تفرع على قداش من فريق توا الوحيدة مجلة تحاسبه تتحمل المسؤولية حتى الاخر نهار وتنجم تحاسبه المحاسبة يوم ما تقاش حتى تكون مش تحاسب فمن مع العتبة مثلا مع العتبة بش تنجم تلم معك كيف كيف الحرص على يكون نقعده في باب التعدد وهذا ما يعملوه كان ناس قالهم ناس تفهم في الأمور هذه تعرف تقيم التجربة هذه ستفعل التجميع كرجل سياسة يعني المشهد السياسي يلزمو يتلم مواضح ولي بعده هذه الأولانية اللي بعده ممكن يخص التعليم أنا عندي إشكالية اليوم لأنه أحسن حاجة ممكن تخلقت في البلاد بعد الاستقلال هي التعليم هي اللي ولدتنا أحنا الكل واللي تقعد ديما تعقوها اللي مواش عاجبني اليوم في التعليم فما حاجات تشوف أنا ندور وليتنا نحكي مع الناس واحد تاخذ بأميزامل واحد يحب يعمد سين اليوم يحب يعمد سين عندك ترقى واحد من سيليانة من شربان جايب 15 معدل بالنك فيتاغ الهنا ما يتعداش بالمعايير الهنا ما يتعداش الآخر جايب عشرة وبوه لبس عليه نجم يخرجوا البولونيا الرومانيا ياخذ يولي تبيب والآخر مهنا جمش يولي تبيب مشينا مؤخرا ومشينا مؤخرا في آلية التمييز الإيجابي واللي حاولنا من خلالها أنه الناس تخلط ملجيات إلى بعض وهذا اعطاه بعض الأرقاب اعطاه نحن أهوين نحبو نمشي ولا لا لا نحبو نرجعو الأساس في التعليم أنا نحب نبدأه من الأول الطفل من ثلاثة سنوات شفتوا واللينا ماشيين في تعليم خاص أقوى من التعليم مش من صلاحياتك نعرف مش من صلاحياتي ولكن لا لا احنا محكيناش في الصلاحيات تعرف شو من صلاحياتي ما اللي قولي غضوا ما كفش تلهاب الاقتصاد قولي ما كفش تلهاب المالية تجب تلهابين من خلال ديبلوماسية أما التعليم أعطيني كيفيش التعليم مو عندك قيمة اعتبارية وعندك كثرة مش تقوم بمبادرة لا موش بيختوية شو شو اسمعني بالأخرين خانا بشيو بالمعقوب ناخذو العامين لولانين بتاع حكم سلباجي الله يرحمو بالك ما كانتش عنده قولي اعتبارية مش يوصل نعطيك حاجة أخرى نرجع لالفين واربعتاش وقت اللي كنت هنا رئيس حكومة الديبلوماسية شكون متكافل به رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية شكون اللي لا رئيس الجمهورية هو ديقود الدبلوماسية شكون اللي قادة الدبلوماسية في الفين واربعتاش تخيحة ما انت إذا كنت بورتي بارينفان كان عندك الدستور وكان عندك لانتخابات جاية وكان عندك تونس كانت في كيف كيف محفل معنا فما قوة اعتبارية وقت اللي الانسان راغب بش يعمل عنده قوة تأثير ويدز بالنسبة لأينا يلزم التعليم الأساسي من ثلاثة سنين حتى اللي ابتدائي هذاك الكل تتكفل به الدولة علاش ما نحبش تخرجنا مصائب كيما شفنا في الرجاب وغيرها حتى راهو في المدارس الخاصة فما تعاقد يصير على المحتوى وعلى القيمة وعلى متاع التعليم هذا بش نمشي نمشي وفي مبادرة بش نحي وكل القوانين والأوامر اللي اليوم تخليك ما تنجم تتحرك خطوة إلا بالرخص نحب ونقضيوها على الرخص وردوها مثلا كل شي أي حاجة تنجم تعملها بش تخلق شركة اليوم انتي بعث جاء عندك عاد شي باعث حب تمشي تبعث قديش يلزمك ساعات بالعام والعامين بش تلقى الرخص متاعك وخسطان عاد كان جيت في دوبان جديد اللي يعرفوه كان الشباب في النوفل تكنولوجي ما هوشي موجود في خط من الأوامر والمقوانون تحب لك عامين وثلاثة وانتي تلوج حتى وين يوصفوه فعلا مشاو شوي في ستارتوب آكت مؤخرا نستنيو في القوانين نستنيو في القوانين ونتم سنها صحيح وبطاط شوية لكن هذا ماشين فيه هذا عطيتك مثال لما نحبه كون هذه السياسة العامة تنحيط الرخيص تولي كرة الشروط كيما كيما رخصة الشراب زادة بما فيهم رخصة الشراب يخي انتي تو اليوم بالله قل لي فما واحد تمنعوك بقينا ندخلوه وندخلوه ندخلوه قاعدين في اللينفورمال يعني في اللينفورمال في الموازي وقاعدين نستعملوا فيها الرخصة زادة كيف كيف للمقايدة للمقايدة هذا كله العقلية لكل هذه الثقافة جديدة بتاع الإدارة نحبها إدارة تسهل ومشتعطل ونحبها إدارة تولي تخدملي على مستقبل البلاد كيما نجحت في السنوات الخمسين والستين والسبعين وحتى السنوات الثمانين لأنها كانت الريادة لزنكيباتوخ كانوا موجودين في الإدارة توولينا نتعرو خص خلينا نحر المبادرة زادة كيف كيف تحب تقاوم الفساد تمشي الغادي تحب تقاوم الرشوة تمشي الغادي وخلينا الإدارة ردوها قاطع خلنا رجع بربي إلى صلاحيات الرئيس الجمهورية المباشرة بربي سلمهدي بشيك كذلك قطر نتصور أنه عندك مشروع وهذا نفهم ودافع ليه كرئيس حزب متجاهل الرئاسية لكن خلنا نقعد في صلاحيات الرئيس الجمهورية الدبلوماسية هلت نحكي علىها شوية الدبلوماسية صحيح اللي وزا تلازة كنش بتلك الدبلوماسية تبسمت لكن اليوم فما شكون يقول سلمهدي فلنرتب البيت الداخلي قبل ما نمشي ونلوجه على الشعاع لتونس تونس ليست في حاجة له اليوم تونس عندها البرتنير استراتيجيك متاح عندها افريقيا تنجم يكون عندها معناها علاقات لكن الي بشي قوم يقول أنه تونس ستصبح وتونس ستصبح يا سيدي رتب البيت الداخلي تلهاب التونسي في الجهات الداخلية ومبعد برمشي عمل الشعاع قد ما تحب معناها عمل برمزاج قد ما تحب شو رايك لا بطبيعة الحال الهدف هو البيت الداخلي الهدف هو المواطن الهدف هو الوطن ولكن هذه رافعة وفرصة بش تنجم يخي هو شنوة حتى كن يحكيوا على الخارج مش كان على الإشعاع هو توظيف الإمكانيات كتفتح أوساق أسواق جديدة في الخارج راك تمكن فرص تنحي البطالة تعطي فرص للشباب رافعة للنمو متشال بالطبيعة الحال هذه مهمة كيف تعرف كيفاش تجيب تعطي صورة داهلة للتونس تنجم تجيب السواح هذا النظر تعكلي على عقدتك الديبلوماسية كيفاش تراها تفكير متين شوف الديبلوماسية شراها ساقبل كل شي عنا تقاليد الديبلوماسية يجبنا نكون حريصين عليها اللي هي في مستوى جيو بوليتيك والسياسي احنا معا ديبلوماسية محايدة ايجابية ونشيطة ما ندخلوش في المحاور نبتعدو على المحاور ديما حتى كنا ندخلوا ندخلوا بالخير وهذا تجربتنا الكبيرة في تونس واني نجحنا فيه واللي حاولت كيف رجعوا باش رجعوا ونشيطة نشيطة يعني كل ملف يخصنا بعيد ولا قريب يجبنا نكونوا حاضرين فيه هذا ما يكفيش أنا نمشي اليوم الديبلوماسية اللي لازمنا اليوم ديبلوماسية اقتصادية ديبلوماسية اقتصادية اشنو معنى احنا عنا سفراء واردو ولكننا نساه عنا عابد اخرين عنا دون السفراء عنا ہے دون مكاتب لا يوقب احدى تابع السيباكس الاخرى تابع كذلك كل ما يخص الاستثمار الخارجي والترويج والصور التونس يجب تكون تابعة وزارة الخارجية الهجرة اللي سميوها هجرة بالنسبة لنا مش هجرة المعنى متاع الهجرة متاع الستينيات وسبعينيات لا تو عندي سوفر اخرين اللي هما التوانسة في الخارج ديفيغ بي مش ديفيغ بي من اجاعة كبيرة انا قلتلك كنتوش تعرفوني انا كنتوش تعرفوني قبل 2013 قبل 2013-2009 قلتلك حتيت معمل فيه احسن المهندسين اليوم يخدم في 2001 اسمه اتشين سور يلزم يلزم وتعرف فيما بلدان اخرى تبنات على هذاك ايجا نظموا هذاك مع العلاقات تكون عندك علاقات اليوم مهمش تكون عندك علاقات مع المؤسسات تعرف قدش عنا من تونسي يخدم في المؤسسات الدولية في اللوني ومؤسسات حق الإنسان وبرشة باتيصال بيهم انتي عندك سوفراء الناس تحب تخدم البلاد متاحها اتصل بها كل إنسان كل مهندس قدش عندك ما نباحث اليوم يخدم في التكنولوجيا وتفراء تحبهم من ولاد الوزارة ولا منفتحين نكونوا على الجميع؟ لا بطبيعة الحال انا ولاد الوزارة وانا خدمت معاهم وعندهم يعني وأهلات كبيرة كيف تعرف في التلخدم أما يلزم تولي بعوبجيكتيفة هاو أه أبجيكتيفة أبجيكتيفة هاي أسيدية هاي الأهداف مش كان العمل الديبلوماسي لا 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 أنتي عندك منابك من المستثمار عندك منابك في الأهداف متاعك بش تكون التوانسة تعرفهم بالواحد بالواحد أنا عندي اللين كدين اللي ما عندش السياسيين عندي 17.000 تونسي تقريب 17.000 كفاءة هذوكم الكلو 17.000 مستشار يعني 17.000 سفير مادي جمعة احنا بش نكونوا عضو غير قار في مجلس الأمن في مجلس الأمن والحقيقة يهمني أني نعرف احنا التوانسة كيفاش منتصرفهم على الوضعية هذي ساعة يلزمنا سفير دائم خممشي في حد روى 15 سبتمبر الانتخابات ثم بعد نجم يكونوا أمام تحديات الدوزينتور خممشي في حد انتي شخصية مثلا سلمادي تنجم تكون ممثلنا القار في مجلس الأمن عندي على أقل ثلاثة شخصيات قادرية نجم نعرف ولا يمنعاش هذا نولي لازمني نصدقك على الكلمة وانا نصدقك على الكلمة إذا كان عندك ثلاثة شخصيات علش لا يعني النجم يقول أن غدوة زادة في انترفيو عندي عشرة يظهر لي احنا كان عنوانا بتاع الكفاءة هذا يشكوا في برشا حاجات إلا فيها باهم ومتاز ما لاتنشوفوا القدر على الاختيار غدوة تونس نجم تلقى روحة أمام خيارات نطع ديزار بيتراج الانترنسونال كبار ياسر في قضايا كبرى قضايا غابات قضايا قضايا حول فلسطين حول اليمن حول سوريا حول إيران حول التجارة بالأسلحة بالنسبة للولايات المتحدة الولايات المتحدة ما زلت كيف جربت مثلا سلاح متوسط المدى ينجم يخلي روسيا والصين يتحركوا ويطالبوا المجلس الأمن من أنه تصير الريزوليسون ضدها تونس كيف تعمل في هذا الكلام؟ تونس تعمل برشا حاجات أحنا هذي شفت هذي واحدة نجم يشوفها ضغوطات وهي تنجم تكون فرصة كيف تبدأ أنت عندك ورقة متع قرار وفما مفارقات كالورقة يجبك تلعبها ويجيب بها تروحك تعرف تونس في حرب الفتنان دون قوة المفاوضة قوة المفاوضة عليش قتلك؟ من المهم اليوم في أي قيادة في أي رئيس رئيس حكومة وزير قبل كل شيء عنده قوة المفاوضة ولا حاشنا بها في الداخل مع الأطراف الاجتماعية خاطر ما نحبوش ندخل في الصدمات مع الأطراف الاجتماعية خاطر ما نجم نقاورو إحنا في الوسط دي مارا وما نجم نلعبو كارتة الوسط والحيات دي مارا كما تعرش المفاوضة تبقى روحك ضائع وخايف كيف تعرف كيف تتفاوض دي مفم فكرة طريقة بش توظف هذك المصلح تكون مصلح تونس هذه فرصة تاريخية لتونس مهدي جمعة فرصة تاريخية لتونس جسدك رافيكو مهدي جمعة أي عقيدة لمحاربة الإرهاب مجلس أمن قومي صلاحيات رئيس الجمهورية معاها معاها كل الجهاز التنفيذي أي مقاربة لمقاومة الإرهاب يظهر إلى هنا قلت لي أنت في الديبلوماسية مرتاح حتى في الأمن مرتاح لأنه تجربة تجربة راه أقبل أسل الحكومة لأنه في ميدان الطيران كي تخدم على إليك وبتاع داتاك ولواحد عندك ثقافة الأمنية ومن بعد خدمت مع إطاراتنا الأمنية وخدمنا في ظروف صعيبة وتعلمنا برشة المقاربة متنجم تكون كان شاملة بالنسبة لهذه المقاربة الأمنية مهمة ولكن المقاربة الأمنية شاملة وهذاك عليها شنقلك من المهم التربية من المهم الثقافة هذموا كل داخلين في المقاربة الشاملة أحنا عنا تصور كامل في مقاربة أمنية شاملة بجانبها الأمني ولكن بجانبها الثقافي بجانبها الطويل المدى قريب المدى نجم تعمل خطك لما عندك خطر داهم خطة عاجلة هذا قادرين نعملوه نعرف كيفش نسقه ما بين الأجهزة نذكركم بحاجة فالخطة هذه كان من المهم خلق قطب مقاومة الإرهاب عملناها في 6 أشهر وجبنا ودربنا جبنا أحسن الخبرات لأنه قوة العلاقات الدولية قدرنا نعملوه في 6 أشهر أعطانا الإمكانيات أعطانا خاصة النوهاو يعني المعرفة فبنفس الطريقة كانت هذه الأجراءات العاجلة ولكن كي تخدم على 10 و 20 عام فيه الآجل وفيه المتوسط وفيه البعيد المدى البعيد المدى تكون كان شاملة تكون ثقة فقوية ضد الإرهاب 16 جولي 2014 مجموعة إرهابية استهتفت نقطتين للجيش الوطني بمنطقة جنشير التلة من مولاية القسرين أصفرت عن 15 عسكري وفاة 15 عسكري وإصابت أكثر من 20 أخرين كانت كالثة بيتا معنا الكلمة فيه 1 جام في 2019 أصدرت لديرة الجنائية الخامسة المتخصة في قضايا الإرهاب 42 حكم منها 41 حكم بالإعدام أنت معا تنفيذ الإعدام عليهم؟ أنا على عقوبة الإعدام هي أصعب قرار بيش تاخذ قرار على حياة إنسان لا فأنا معا تنفيذ الإعدام في حالتين على الإرهابيين وعلى الأطفال اللي يمس الأطفال بالنسبة لها أنا عندي ولاد ونحملش كون يمس لي فهذه كانت أعتبرها جريمة جريمة الجرائم كما الإرهاب جريمة الجرائم هذا مزوز معا تنفيذ حكم حكم الإعدام عليهم هل تجيب الدولة القتلة بالقتل؟ لا الدولة ما هي شي في المطلق تجيب القتلة بالقتل للدولة هي تحب تصلح تحب تأطر تحب تعمل ولكن في الحالتين هذو ما ما فيش طوليرانز زرو بالنسبة لك طوليرانز زرو بالنسبة لك يجي القدامك الملف صحح متع إرهابي صحح صحح متع واحد أثناش متع أثناش صحح متع أثناش إرهابي صحح طبيعة الحال صحح شوف لأنه الهدف متاعي أنا حماية المواطن بريء ولد صغير وتعتدي عليه وتقضيله على حياتي لو فهم حياته لو فهم حكم أعدام مرحمش فيه المهدي جمعة الآن سيرشيد صفر الرئيس الحكومة الأسبق و سي ياسين إبراهيم عن أفاق تونس يقول ياسين المهدي جمعي فضلك فما مؤشرات أنه لن يكون النجاح حليفك في الدور الأول ندعوك إلى أنك إلى أنك تبعد على السباق الرئاسي وتفوض وإلا تساند مرشح آخر والأصابع تتجاه إلى الزبيدي شوف أنا سمعت الزوز أما شكون في الحملة انتخابية متاع سي عبد الكريم الزبيدي أحب أن نقوله إلا 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 أحب أن نقوله راهو أنا مانيشي بش نتعامل مع سمعت الحملة الكل راني باتصال مباشر مع سي عبد الكريم الزبيدي وإخر اتصال لليوم الصباح فما حاشنا شي ديزنترميديا وما حاشنا شي بالبوز في الميديا فيما يخص سرشيد تعرف أنت سرشيد يعني نفس الجيل متاع سي عبد الكريم هما أصدقاء ويحبوا برشا ويرا فيه الكفاءة بل كل شي مايشي هكا تتقاس الأمور أنا إذا كان تقدمت لأنني نحس عندي المؤهلات وعلى المؤشرات اللي تحكي عليها أنا عالي صنداج تقريب في النهار أنا عالي صنداجة لا لا المؤشرات شدي لا مش أنت لا 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 بكل المؤشرات أنا حامل المشروع أنا نعتقد كوني خلاف اللخرين عندي الإمكانيات وعندي التجربة وعندي الخبرة وعندي المؤهلات فهذا اللي يقودني عندي عقيدة اليوم وعزيمة كونه البلد هذه يجب أن نحررها أنا نعتبر روحي اليوم بالتجربة بالخبرة بالصحة بالمعنويات باللي تحب اليوم عندي حامل المشروع واحد هو ادخل تونس في القرن واحدة وعشرين الحداثة إذا كان توفرت الفرصة إن شاء الله مش كان واحد يراه ورايا مجموعات كبيرة المهدي جمع سؤال أخير سؤال أخير تعتبر نفسك بديل لماذا بشنوها أنت بديل بديل للي عشناه في السنوات الإخرة من رداء بديل للحصيلة هذه اللي هي أنا نسمع البارح كونه حصيلة مزيانة الحصيلة اللي ولا يعيشها المواطن في العظم ممتاعه في صحته في دواه يعيشها في قفته يعيشها في تعليم أولاده يعيشها في الأمل ممتاعه نعيشوا فيها في ناس قاعد تحرق وناس قاعد تخرج من البلاد بديل في وسط السيستام بديل في وسط السيستام لمؤسسة أنا بش نعطيك ديفنيشون واضحة أنا لاني من السيستام ولاني أنتي سيستام أنا لونوفو سيستام السيستام الجديد البديل النوفو سيستام اللي مبني على نظرة صحيحة مبني على نظرة واقعية اللي عنده الحلول اللي عنده نساوي رجال اللي قادرين يرجعوا تونس البقعة هالصحيحة تونس اللي استثمرنا فيها 60 عام في التعليم اللي كونا بها أنت وأنا وهالشباب نشوفوا به اللي خلينا اليوم موافقين باش يكون عنا مستقبل باهي باش نغيره حالنا المواطن يسأل مهدي جماعة المواطن يسأل المواطن يسأل مرحبا سي مهدي أمير شريف يقول لك في فترة رئيس تكر لحكومة كنتم مع لوشك اتخاذ قرار في إرغاء السيارات الإدارية ووصول اللي تنزف الدولة ومن بعد علشنو عليش تراجعتو لا ما كانتش هي خرجتها كما كنا نحب ونعوضوا السيارات الإدارية بسيارات أحسن وخاصة تولي ملك كما يعملوا في العالم كامل تولي ملك الإداري يتمولوا الدولة تتكلف أرخص للدولة وتولي عنده كل معناها كل أربع سنين ناجم يبدل سيارته ويولي يتحكم هو في مصروفه وفي استعمالها بنوات الليسانس بنوات الليسانس نحب ونحاولوها لهم أصل فلوس تولي مقدرة شرائية مش لازم عليه يدبر كيفاش بشي حرقها الكل بالعكس لأنه هون قل لك شنين مصلحة الدولة كون هي معاش تتكفل اليوم بالصيانة وهو مصلحته كونه يتولي له مقدرة شرائية والليسانس هذاكا إذا كان نوفره كونه كرابته خاصة معنا بشواري لا تولي هي كرابته خاصة وبنقص تصريف بنوات في الكيوسكيت كل شيء بنقص تصريف وتعرف بيزيده في المقدرة الشرائية يعني اللي يتكلف على الدولة بيش تحوله لولي هو يولي هو متصرف فيه ويعرف يتصرف أنور زينين يقول لك شنو موقفك من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساوات أحنا مع المساوات مع المساوات يعني قدناها مع المساوات نقول لك أكثر منك أحنا عنا الدستور ولا لا الدستور يمشي بمساوات والدستور أحنا نمنو في الملتولة المدنية بعلوية الدستور والناس هذي الكل اللي قاعدت جادل راي صحت على الدستور ووافقت على الدستور وأكثر منك عنا معاهدات دولية صح عليها فرجاء موقفنا واضح نحن مع المساوات هل أنت مع استغلال الغاز الصخري وعقد اتفاقات مع شركة أجنبية التي تنقيب عليه في توانس هذي عاد تخلنا البتخول وإنه البتخول وغاز دوشيست وتخلنا نعوم البتخول غاز دوشيست أصعب شوية العملية في علاقة بالمحيط اي شو شو في علاقة بالمحيط والماء وغير وي أنا مع معناها تقييم كل الثروات مع حاجة مهمة بالنسبة لنا اللي ماناش قاعدين نحكيوا عليها مع الحفاظ على البيئة اللي هي عهدة عنا اليوم ويلزمنا نستحفظوا عليها باش نورثوها لأجيالنا نظيفة فكل شي فيه أي شك مايتعمل إلا بالتقنيب معناها بالخطوة التقنية اللازمة ما نخافوا من حتى شي نقدموا ولكن نضبط أمورنا عنا التقنيات الكافية باش نتأكدوا أنه ماش حتختار شكويني نجم يكون مرشحكم للقاية الحكومة في صورة الفوز في التشريعية يعني كشخصة لا هذا يجب ما تشوف شكويني نية تشكيلة رئيس الحكومة تعرف كيفش تعري رئيس الحكومة فماش يقولوا ليش بيك ما تمشيش رئيس الحكومة والله موش منتخب في بل رئيس الحكومة متنجمشي فماش كونيقول أكثر برشة من هكا فماش كونيقول الترحمة بيع فماش كونيقول الترحمة بيع وأنه فما صفقة تصارت نمشيوا لانتخابات الرئاسية نخليك تبرز ومبعد نعيد لك رئيس حكومة ونشوفوا الكتل كيفش بش تكون وغدوة يوسف الشهد رئيس جمهورية مهدي جمعة مهدي جمعة رئيس حكومة قاعد يتقالي تسمع برشة قالوا فيه صحيح فيه صحيح احنا رفضين كل صفقة مش تبدل امور واضحة رفضين كل صفقة البلاد مايش صفقة هذا ايمان عنا برامج يخدمنا عليه وعنا ثلاثة سنوة وحنا حاضروا في البرامج برامج يخدمنا عليه نحبه نهزوه نحبه نجروح للبلاد موش نحبه على مناصب ونديما نجاوب حاجة واحدة مانيش لوش في خدمة عندي نخدم كل في العالم اللي حبه ليهم اليوم عندي عقيدة البلاد هذايا وقتنا وجيننا وعمرنا بش ناخذوها بيدينا نتحملوا فيها المسئولية نخرجوها من الأزمة ونحزوها مشكل بر الأمان نحزوه نحبوا نجنحوها ونطيروا بها باهي باهي ان شاء الله ان شاء الله نطيروا ونشاء الله نجيوا في الوقت مش كيمات فيني سارة سلمهدي بربي مدامك موجود كلمتين بش نقولهم بسرعة وقدامك حاجة لولا بعض الأسئلة اللي بعد نخرج ونقولوش بها ما تسألتش المرشحين الرئاسية بش يرجعوا في الحملة الانتخابية يوميا ثلاثة مرشحين في اليوم وهذا عملنا عليه قرعا الحاجة الثانية هو انه بعض الإجابات اللي موجودة ومتاحة من عند لكانديدال الحقيقة ما نرجع لهمش الملح والبترول وخوك الكل هم متاحين نضيع على الوقت على حد تقديرنا بما أنه الإجابة صارت عليهم هذه جوز توضيح معناها لبعض الملاحظات اللي قاعدة تسير هل نعدوكم أنه على نفس المسافة من الجميع ومش نحاولو أنه الإفادة تسير في كل مرة فماشي ما المترشح يعرض نفسه للناس بأمانة ونحن في نفس الوقت نتعرف عليه شكرا لكم هذه جمعة على الموعد الأول هل أن شاء الله تخلط موعد أخر سفضل كلمة أخيرة كلمة أخيرة كلمة أخيرة نبعدو على هالكذب وها التشويه اليوم ما مزالوا جمعتين ولا ثلاثة على الدور الأول جمعتين يلزم نجيبوا الناس يعطيونا واشنو بشي عاملوا واشنو مقدرتوا مع السببان هو نوصلونا وولد توانسة دعوة أراه ما فماشي كان الفوضى والديكتاتورية لا فما الحداثة فما الآثاء فما الناس قلتها في الاخترى لحاضرة قلتها في المادية لحاضرة حبيتها تتقال